أن يقرب العلماء وأن يستشير العلماء وينبغي للعلماء ويجب عليهم أن يكونوا قريبين من الحاكم يظهرون توقيره وفضله وينصحونه بما يليق بمقامه ولا يذهب هيبته عند الناس ويأمرون الناس بالقيام بحقوقه والسمع والطاعة له في غير معصية الله وبهذا يكون الخير العالم الحاكم يرجع إلى العلماء ويستشيرهم فيما يحتاج إليهم فيه والعلماء يعرفون للحاكم فضله وقدره الشرعي وينصحونه وينصحون له ينصحونه بما دلت عليه السنة لا يظهرون البطولات أمام الناس وينشرون المقاطع يا فلان اتق الله في الأمة يا فلان اتق الله في بلادنا ما هذا من الطريق المشروع وما هذا طريق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هذا الطريق الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم العالم الناصح لا يريد أن يظهر أمام الناس أنه بطل وإنما يريد أن يدل على الخير ويحرص على بقاء هيبة الحاكم وعلى عدم الغض منها بأن يكون نصحه للحاكم فيما بينه وبين الحاكم وكذلك العالم ينصح الأمة ومن نصحه للأمة أن يأمرهم بالقيام بحق الحاكم بطاعته في غير معصية الله وعدم الخروج عليه وهذا ما يسير عليه العلماء الكبار وقد رأيت هذا بأم عيني علماؤنا ينصحون ولا يعلنون لأن هذا هو الشرع وولاة أمرنا يقبلون وأذكر لكم أمري الأمر الأول كنا مع شيخنا شيخ بن باز رحمه الله في خيمته الخاصة في ميناء وكنا ثلاثة أشخاص في اليوم الحادي عشر من ذي الحجة فقيل إن الأمير نايف رحمه الله قادم لزيارة الشيخ ومعايدته فاستأنا فقال الشيخ لا اجلسوا فدخل الأمير رحمه الله جلس ودار الحديث زحام وكذا فقال الأمير نايف رحمه الله النساء يوكلن في الرمي فقال الشيخ بن باز لا لا ما يجوز المرأة ترمي بنفسها مدامة مستطيعة لكن تختار الأوقات ولو في الليل والأمر الثاني كان هناك رجل مشهور في الرياض دائما يذهب إلى الملك سلمان حفظه الله عندما كان أميرا للرياض ينصحه فلما مات هذا الرجل ذهب الأمير سلمان في وقته كان أميرا إلى العزاء وعز أبناءه وقال هذا الرجل يحبنا ولو لم يكن يحبنا ما نصحنا لكن النصيحة تكون بطريقها فإذا تآزر العلماء والحكام قوية الأمة وقوية البلاد أما إذا صار العلماء ينابذون الحاكمة و يتكلمون عليه على المنابر وأقصد بالعلماء من يراهم الناس علماء أو كان الحاكم بعيدا عن العلماء فإن هذا طريق ضعف وطريق شر ولا يجلب للناس إلا الفساد في دينهم ودنياهم نعم قال رحمه الله فالعلم والدين يقوم الولايات وتنبني عليه السلطة والأحكام نعم والولايات كلها مقيدة بالعلم والدين الذي هو الحكمة وهو الصراط المستقيم يعني الحاكم إذا أتاه الله القوة بالسلطة فإنه يحتاج للعلم والعلماء سرج ينبغي عليهم أن يقوموا بهذا الدور العظيم والولايات تقوى بالعلم والعلماء